ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه ونشرح بحل كتاب المعاصر لصف الثامن الاعدادي هناخد النهاردة الجزء الاول من الوحدة التالتة هنقرأ كلمات ونحل عليها سئلة ونشرح الجرامر بكل تفاصيله ونحل عليها سئلة وكمان بنقول السبب بتاع الحل كل دو اكتر معنا نهاردة خليكم معانا بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمد العبد من قناة دروس تعلمية اولاين لو ديت اول مرة لك معنا ونورتنا في القناة لا تنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله ولما كنت شفت الفيديوهات اللي فاتت بتاع شرح كتاب المعاصر او حتى كتاب جيم هسيب لك رابط قائمة تشغيل شرح منهج الصف الثاني الاعدادي هيظهر حالا وانا بتكلم في اعلى الفيديو او هسيبولك في الوصف اسفل الفيديو او هسيبولك في التعليقات في الكومنت اسفل الفيديو نبدأ بقى مع اهم الكلمات في الليسون وان في الوحدة الثالثة اول حاجة بيقول لي date of birth birth date date of birth birth date hero hero junior junior senior senior surgeon surgeon patron patron competition competition handball handball final final sports coach sports coach nuclear scientist nuclear scientist بعد كتاب المكلمة التانية في لسنة 1 ancient egyptians ancient egyptians ancient egyptians princess princess كتاب كتاب national university national university kairo university kairo university shark shark attack attack bill base bill base طبعا ديات مدينة فين في محوص الشرعي لا مدل العلمين heart problems heart problems experiments experiments primary primary preparatory preparatory nuclear nuclear treatments treatments land land بعد كده listen to handball team handball team africa cup of nations africa cup of nations tunisia tunisia against against germany germany teamwork teamwork العمود العلمين prize prize pronounce pronounce chess player chess player event event tunisian tunisian بعد كده تصرفات العفعال طبعا هنا كلمة beer يعني هي valid born born mean meant meant throw through thrown become became become بعد كده الwords والأبوسيت الكلمة وعكسها هنا بقول له الحاجة طبعا brave coward brave coward patient impatient patient impatient successful unsuccessful successful unsuccessful similar different similar different نيجي بعد كده حاجة اسمها collocations متلازمة لفظي يعني فعلي بيجي معاك لنا معينة بيدي معنا معين جيت مارد يتزوج جيت أجوب يحصل على وظيف do experiments يكون بتجارب علمية start preparatory school start preparatory school start charity يعني ينشئ مؤسس خيري طبعا اليمين win competition يفوز مسابق lose a leg يخسر مسابق تمام نيجي بعد كده general ملاحظة الغوية أول حاجة كلمة win طبعا الماضي منها one one ما قولش one زي ما بتقولهم لأ غلط اسمها و one زي رقم واحد كده في النطر يعني من اللي فاز يعني بيفوز بميدالية بكاز بمسابق فقال الأهلي often wins in the african football competitions يبقى فريق الأهلي بيفوز دائما في بطولات إفراقية تمام طبعما البيت بقى بيت معناها يهزم يجيب لك شخص أو فريق وطبعا الماضي منها beat 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 يعني التاني والأول زي بعض سالم always beats me at a chest يعني سالم بائما بإيه بيفوز عليها في لابت لابت شطرنج تمام طيب بعد كده ايه الفريق بقى من sport sport دي اسم قولك handball is my favorite sport a good sport هنا ده تستخدم عند وصف شخص بأنه نزور روح رياضية واخلق طيب يدي عنده روح رياضية زي مين محمد صلاح is a good sport محمد صلاح هنا يعني راجل عنده او لاعب عنده ايه روح رياضي طيب sport صفة اللي عمر عبدالقادر worked as a sports coach يعني مدرب رياضي يبقى sport يعني رياضة لكن sport صفة منها رياضية طيب الفرق بقى بين كلمة die in و die off from die in بي جاريس سنة يموت في سنة كزا مثلا she died in 1952 ومال die off او from بقى يموت بسبب ويجيب لي وراها السبب يقول ايه he died off او from cancer he died off او from a cancer يعني مات بسبب لي السرطان بعد كده جاب لي important expressions and prepositions تعابرة حروف جرهم number one اول حاجة بي بورن احنا قلنا بكده ان بي بترمز الى ام و از و ار في المضارع او از و ار في الماضي يعني بترمز الى هم يعني لما اكتب جملة بعيز اجيب المعنى ده ما بجيبش كلمة بي بجيب مكانها ام او زوار بي بورن يولد في مكان منذ وقته طويل باي وفيرب المنزر يعني زي بمعنى بواسطة او يتبع يعني ايه يقولك بواسطة كزا الناس اللي عندهم ايه مشاكل في القلب يعني يصبح لاعب الشطرنج الاول في العالم مثلا نائي كأس العالم للشباب تحت كام تسعتاشر سنة طيب نيجي بقى نعمل ايه بقى قالك دلوقتي انت هتحل اسئلة معي طيب بمجح احل اسئلة بعمل ايه المفرد الاول بذاكر كلمات كويس اوقف الفيديو احل الوحدي وارجع شغل الفيديو وحلم على المستر التاني عشان ااكد ايه كابتي وكمان عشان اعرف السبب بتاع بتاع الحل نبدأ بان مع اول حاجة هنا بول هنا نمبر ون ا نقط اسام ون يعني اللي هكلم عليه ده شخص هو تييتشز بيعلم 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 بيعلمهم ازاي يلعبهم ايه يتحسنهم فين في لعبة معينة او في رياضة معينة يبقى اسموه طبعا هنا مدرب رياض يبقى سبورتس كووش تمام نمبر تو انات نوز هاو تولوك انسايد زا بودي بيعرف ازاي يفحص داخل جسم الانسان توهل بيبول وارل عشان يساعد الناس لما المرضى طبعا ده مين سيرجن تمام لول جراح طبعا نمبر ثري انات ده اكسبيريمنت تستاذي اندفينت او او تاو تاو ده شخص طبعا بيعمل تجارب عشان يدرس او يكتشف ازاي الاشياء يعني بتعمل او بيتم عمل هزي الاشياء طبعا ده ايه سينتستعال لانه بيقوم بتجارب تمام نمبر فور او انات ده شخص بيعطي مال عشان يساعد الناس او الاماكن ده اسمه ايه طبعا ده الراعي باي تمام اقول لك مسلا الراعي الرسمي لنادق الاهلي كزا يزان هو بيرعى الفريق في حاجات زي دي نمبر فايف دانوت ايجيبشن تيم وان دا اندر ناينتين ورلد كوب فاينال ان توينتي ناينتين عايزوا لان فريق الشباب المصري لتحت ساعتاشر سنة فاس بكسر العالم الفين ونساعتاشر سينيور اولدست شيلدرين جينيور تحنون للمشوال ايه جينيور طبعا لوه الشباب لكن سينيور لما الكبار تمام نمبر سيكس سوبرمان is my favorite he saves the many people سوبرمان دايبتبر البطل المفضل عندي ده هنقص هاية ناس كتير يبقى ايه هيرو تمام نمبر سيفن نوت is a sport with seven players in a team دي لعبة بيلعبها حوالي سبع لعيبة تشيس فوتبول هاندبول تنس طبعا ايه هاندبول لعبة ايه الكرة اليد نمبر ايد سميرة موسى was Egypt's first nuclear scientist عايزوا ليني سميرة موسى اول عالمة اول عالمة نووية مصرية طبعا ايه في ميل لانها في ميل يعني مهنس لكن ميل مذكر نمبر 10 before سميرة موسى نوت in 1952 she wanted to use nuclear treatments in medicine طبعا قبل ما سميرة موسى تموسى 1952 يبقى ايه يبقى ضايد كتعايزوا تستخدم القوة نووية فين في العلاق طبعا في الطب نمبر 11 نوات is the ability to work well together in a group القدرة على العمل معا في مجموعة دسمو ايه طبعا team work عمل جماعي ماشي نمبر 12 we all hope our national team كلنا من نتمنى ان الفريق القومي بتاعنا will be in the ناكس نوات championship يبقى في البطولة بتاعت ايه طبعا world cup بطولة العالم نمبر 13 in handball game في لابة الهندبول you score by throwing the ball into a طبعا بنحرز هدف عن طريق القاء القرى فين او طبعا في المرمى يبقى ايه يبقى goal مصر مش يقول معناها هدف ايوه وبرضو معناها مرمى نمبر 14 they became heroes by great jobs هما اصبحهم ابطال بسبب عملهم يبقى عملهم وظائف عظيمة يبقى 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 المقام بوظائف عظيمة او مهم عظيمة نمبر 15 علي نوع the number one chess player in his family عاجل لان علي دلوقتي اصبح اللاعب الاول طبعا هنا تبقى ايه تبقى طبعا بيه كم اصبح number 16 my brother the school competition for the best poem عازول لاني هنا ان اخويا فاز بمسابقة اللي كانت في المدرسة لافضل قصيدة يبقى فاز يعني ايه طبعا one تمام فاز بي بعدك طبعا من نخش علي ايه على grammar اول حاجة بيكلمنا على البسط simple مدر بسيط قلناها كتير قبل كده وهنقوله تاني عشان نأكد عليه هناونا المدر البسيط عشان انت اتعرف تكوينه كويس لازم ان تكون متأكد ان بيبدأ بالفاعل الجماعة تبدأ بفاعل وورا الفاعل التصريف التاني للفاعل يبقى عندك فاعل فاول جملة وبعا كده للماضي تصريف ايه تاني للفاعل بقول لك خلي بالك لما تجيب التصريف التاني انت في عندك فاعل منتظمة بندفلها دي او اي دي او اي دي زي ما قلنا قبل كده طبعا دي لو فيه ابلها حرف ساكن اي دي بس لو اي ابلها حرف متحرك زي كلمة طيب نفس كلا برضو لكن هنا يضعها في الحرف الاخير زي اي دي لو كان حرف ساكن بيزبوكو حرف متحرك وفي بعض الافعال اللي يضعها في الحرف الاخير بها يعني وما البقى لها فعالة غير منتظمة بنعمل في ايه قالك تحفظ كما هي لان ليس لها قاعدة سابتة يعني لما قول مسلا كت كت ايت ايت سويم سوام سليب سلبت بوت بوت درينك درانك جو ويند رايد رود طب لحظ بقى اني بستخدم في زي ما الماضي البسيط ازاي انا عندنا اللي هو طب وزها تيجي مع ايه قالك مع اي 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 طيب لو فعل جمع اجيب وير طب وير بتيجي مع ايه كمان قالك مع وي اي او اسم اي او اسم جمع تمام مثلا يقولك دكتور ماجد يعكوب وز بورن ان نين تيرتي فايف دكتور ماجد يعكوب ان ولد ساعة الف كام تسعمية خمسة وثلاثين مثال تاني بولي اجيبشان عن دي بول تيم فريق القرط القدم القرط اليد المصري وير زا فيرست تيم فروم افريكا كانهم او الفريق في افريكيا تبين زاول القب بيفوز بكاس بكاس العلم تمام خليبك بق لما جيب كود او كودينت بجيب ورها مصدر بالتعبير عن القدرة او عدم القدرة في الماضي مثلا when i was young i could play football لما كنت صغير كنت بقدر الالعب كور but i couldn't play chess لكن ما كنتش بقدر ايه العب شطرا في حالة النفي بنجيب فاعل ديدينت زايد المصدر فاكرنا فاعل ديدينت زايد المصدر كمان مرة فاعل ديدينت زايد المصدر مثلا رانا didn't study her lessons yesterday هزولن رانا طبعا ما زكرتش دروسها بالامس مثال ثاني يقول لي i didn't send an email to my friend last week انا ما رسلتش اميليات صديقي last week الاسبوع الماضي مثال ثالث she didn't go ملاحظين يا جماعة didn't study مصدر didn't send جاي برضو مصدر didn't go برضو جاي مصدر اذا هنا بجيب didn't او فاعل didn't زايد المصدر تمام لم تذهب الى شاطئ منذ ثلاثة عشر طيب بعد كده بل ازاي بقى تسأل السؤال بنوعين او الحاجة السؤال بهل يعني دائما بينجاو هتبقى تكون بسط جدا did فاعل المصدر كمان مرة did فاعل المصدر كمان مرة did فاعل المصدر اذا انا بعمل ايه did you clean هل انت قمت بتنظيف السيارة بالامس yes i did no i didn't طب لو اجيب اداد السفاهم نفس التكويند او بس اجيب ابلو اداد السفاهم او كلمة السفاهم فاعلك question words زي what when where did فاعل المصدر برضو مثلا what did you study ماذا درست مثال ثاني where did she go اين زهبت هي طب هل لما ايجي كلمات معينة باختر مطبسيط ايوة في كلمات زي مثلا in the bus لكلمات الدل على المدى البسيط مدة محددة ago yesterday in سنة في الماضي from سنة في الماضي to سنة في الماضي او لك مثلا ايه من 2010 ل2020 when i was young لما كنتوا صغير when i was little نفس الكلام يعتبر مدى بسيط برضو وفور ويجورها مدة زمنية محددة فور ومدة زمنية ايه محددة برضو كلمة لما تيجي last year last month last week last Tuesday دي كلها كلمات تدل على ايه على الماضي البسيط جايب المثال هنا مثلا يقول لي دكتور مكدي عقوب helped people with heart problems for many years يعني دكتور مكدي عقوب ساعد ناس كتير عندهم مشاكل في القلب لعدة سنوات مثال تاني يقول لك دكتور مكدي stopped most of his work as a surgeon a long time ago يعني دكتور مكدي توقف عن عمله كجراح من فترة طويلة جدا برضو مد بسيط طيب from nineteen eight to nineteen forty من الف سوما ثمانية الف سوما وربعين people called the Egyptian University but it's now called Cairo University يعني عادي لك الناس كانوا بيطلقهم على الجامعة القائرة جامعة ايه الجامعة المصرية لكن دلوقتي اسمها جامعة القائرة طب امتى اجيب الاستخدام او امتى استخدم الماضي البسيط قال لك اول حاجة حدث بدأ وانته في الماضي يعني بدأ وانته فين في الماضي مها مها رتيبة السرير بالامس she went to school two hours ago راحت المدرسة من ساعتين اذا انت حدث سمي في الماضي او بدأ في الماضي وانته طيب برضو بما اكون بكلم على عادات في الماضي عادات فين في الماضي مثلا it's used to talk about past habits يعني يستخدم للتعبير عن عادات في الماضي when i was young لما كنت صغير i played football every day لعبت قره كل يوم بعدك طبعا هجيب ايه الى السلاة بتاع الجرامر واتفقنا لما اجحل السلاة بعمل ايه بقى في الفيديو احل الواحدة وارجع احل مع المستر تاني عشان ااكد اجابتي واعرف السبب بتاع الحل نومبر ون ركزوا معي بقى يقولي هنا عايزوا لك هو فاز بمسابقة شطرنج بتاع الشباب لما كان عنده بس ستناشر سنة يبقى وينز ولا وان تبقى لك اذا هتبقى ايه تبقى وان تمام نومبر two my uncle راشد نوات بورن in 1961 هزولي ان عام راشد انو ولد سنة كام 1961 هتبقى طبعا ووز ليه ووز عشان كلمة ووز بورن يعني ولده نومبر ثرين in 1990 الف ستناشر هي نوات the number one chess player in our city يعني اصبح اللاعب الاول في الشطرنج ايه في المدينة بتاعتنا هيبقى ايه بي كيم تمام اخر واحدة مزبوط number four win not they win the world cup final هزولك هما انت فازهم بالايه بال final النهائي كاس العالم النهائي كاس العالم يعني طبعا في الماضي يبقى ايه يبقى دد تمام بعد كده number five where did your parents اين والدك عايزولك بيعيشوا فين يعني when they were younger لما كانوا اصغر من كده اذا هتكلم فين فين did فاعل ايه مصدر يبقى live تمام number six Egypt's handball team فريق كروط اليد المصري نوات in a final before عايزول انه اللاعب فينها قبل كده it's not the first time دي مش اول مرة قولك قبل كده يعني في الماضي يبقى ايه تمام number seven they not the library ten minutes ago عايزول انه هم غادروا المكتبة من عشر داي غادروا في الماضي يبقى ايه يبقى left تمام number eight they didn't know what to the stadium last match واحد يقول يا مصر فيه last يبقى جيبوا انت قولوا استنى بس دي شايف كلمة didn't موجودة تمام زي didn't ايه انا عايز مصدر يبقى go تمام number nine hoda not at home yesterday هزي اللي قولوا هودا كانت في المنزل بالامس كانت يبقى ايه يبقى ووز يا مصر طب ما وير برضو في الماضي بس وير جمع لكن اوز مفرد عشان هو ده number ten where you worried about your brother هل انت الان على اخوك ايوة انا الان او ايوة انا اكون طبعا هنا اليو تحاري له ايه الا اي واحد يقول لي ايو 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 لك لا ما انتجبت اليو بقت اي فهتخلي ويرت يبقى ايه يبقى ايوز يبقى ايوز تمام number eleven she not the match yesterday she enjoyed it very much هزي لك يا شهدت المتش مبارك ده استنتعت بيه جدا ايزان انتبقى شهدته يبقى quoi chit؟ تمام number twelve نقط the children wins the football match last tonight انا هنا عايز اسأل عليه هل الاطفال ايزان هدو بفضل مساعد يعني بقى دول جدا طبعا ديت لي ايو مصر؟ عشان اني بكلم في last week تمام? نجي بعد كده بقى complete the sentence with the correct form of the word. يعني اقول تكمل الكلمة بشكل صحيح اللي كلمات اللي بانكو سين. اول حاجة. مكدي يعكوب. عايزولي ان مكدي يعكوب ان ولد سنة كم بها? ان ولد سنة الف تسعمائة خمسة وتلاتين. طب ان هنا عايز اصححة كلمة ار. ليه يا مصر? عاصلين يقول لك الف تسعمائة خمسة وتلاتين. ده اكيد اصبح زمن ايه? زمن ماضي. يبقى ارها هتبقى ايه? هتبقى هنا يا مستر ووز. طب ليه مش وير? ما هي مستر هنا مكدي يعكوب مفرد. فهيخليها ايه? خليها ووز. تمام? باكتبها نهوت. ووز. دابلو ايه اس. تمام. نمبر تو. عايشين من سنة الفين وخمسة الالفين وستة في الشقة دي. كانوا عايشين. يعني ماضي. يبقى ايه? يبقى ليفت. تمام. ال اي في اي دي. تمام. اللي مش حافظ تصرفات افعالها يبقى عنده مشكلة في الموضوع. لازم نكون حافظ تصرفات كويس. نمبر ثري. سنة الف سمية خمسة وتسعين. دكتور مكدي يعكوب نوات ستارت اتشيرتي. يا مصر ده في الماضي خمسة وتسعين. يبقى تبقى ايه? يبقى ستارتت. تمام? ستارتت. بعد كده نمبر فور. هذي نوات get married in ناينتين ايتي ثري. يعني هما تزوجهم في الماضي ستتلاتة وتمانين. يبقى تبقى get ولا good? طبعا يا مصر good. تمام? جي او تي. نزبوط. بعد كده. الفريق بتاع الكبار فريق القومي. مفزوش بالنهاية الفين وطمانتاشر. لم يفزوا في الماضي ايوة يبقى ايه? يبقى مش هتنفع. مفروض علي ايه? هكتبه في الفاضي نهوت عشان تقضي. تمام? تمام? مزبوط. يا ممكن تقضينا بس يدوب يعني. طيب. نمبر نمبر سيكس. هي نوات spend a week. انت هالكسندريا last summer. last summer يعني ايه فاكرنا? لقى الوزبوع ايه? الوزبوع الماضي. طب اقابلو زبوع الماضي يبقى هجيب ماضي. بس بنت هتبقى ايه? واحد يقول لي spended اقول له غلط يبقى انت مش حافظ تصرفاتها فعال. وماري الماضي ايه? spent ركز. يعني اديش التاو خليت هتيلي انه فعلي غير منتظم. نمبر سيفن. زي نوات R at the club yesterday. يصر داي في الماضي. طب الماضي من R هيبقى ايه? طبعا ايه مصر سهلها ويبقى where? w e r e. تمام? نمبر ايت. when she was four. لما كان عندها اربع سنين. مكانش بتقدر تكلم انجليزي. في الماضي يعني هنا كانت غلط. كانت مدرع. مفرطة ماضي يبقى ايه? تمام يبقى couldn't. مزبوط. يبقى هنا ايه? ان ابو صرفيتي. تمام. يبقى couldn't ايه? couldn't speak english. مزبوط. نمبر نين. do you visit the country before. هزولوا هل انت زورت الريف? country هنا? the country معنى الريف. قبل كده? يعني ماضي. يبقى تبقى ايه? تبقى ديت. تمام? بس دي كابتال طبعا عشان نفهول الكلام. يبقى تبقى ايه? did you. تمام? نمبر تن. did noha? when to home? هل نوها زابة المنزل? ان عندي السؤال في الماضي. قلنا ديت فعل ايه? مصدر. المصدر من وين تهيبها? طبعا go. تمام? مرافو عليكم. وحنا كده وصلنا الاخر حليات ما النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسىش اعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.